أستطيع أن نأخذني دعني لا أستطيع أن أمل بسيطة أغ اولا أريد أن أكون بمساعة مelingا لكن أريد أن أتركها في الحال أجل ذلك سأقوم بسلع عليهم وأنا أصبح فرائه غير الأكل أصلاً هذا سيكون أمر طول اليوم من هنا إلى السهرة كل يوم سهرة إلى ساعة أربعة الصبح أأكل بجرد ما أريد أن أطبخ اليوم؟ المفروض أن تصلت إلى الزوجة لأن أطبخ اليوم ما نتعشى اليوم؟ ما نتعشى؟ ما نتعشى اليوم؟ أكل 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 طب هاي أنا اليوم هلأ هذا هلأ أغوى خلصه طب دور الفاكهة ماذا بدأ يجي؟ كله كاندي وشبسات وبيزر وعصير وكارامل وشوكولتس ومش عارف عيش خلاص لازم أحضرت أطرحها اليوم داروها أطبخ بامية خلاص بالعشا باروح بشويلي شوية هيك كفتة منتسلى عليهم بالليل منتسلم إحنا شو ورانا؟ من بداية الحضر وإحنا بس نأكل ماذا بدنا نأكل؟ ماذا بدنا نتعشى؟ ماذا نفتصر نفكر ثاني يوم؟ ماذا بدنا نأكل؟ حياتنا من بداية الحضر المنزلي من بداية الكورونا وإحنا بس ما نفكر إلا بالأكل الميزان يا جماعة بطلنا نقرب عليه لأنه بصار كل يوم كيلو نس كيلو تنين كيلو بس هاي حياتنا والميزان خلاص ما بدنا نشوفه هلا انتوا لاحظتوا حالكم انكم كل شوية رايحين على التلاجة بتفتحوا بالتلاجة شو بدنا ناكل؟ ايش فيه في التلاجة؟ من غير توقف هون يمكن انا احكي لكم انه ما فيه داعي انكم تقلقوا لانه هاد ردة فعل طبيعي للجسم لحتى مقاومة القلق والاحباط والتوتر اللي احنا فيه بسبب الكورونا هذا من سميه اضطراب الأكل العاطفي وكل هذا بسبب الكورونا والقلق الناتج من المصطلح اللي ذكرته انا قبل شوي فيه ناس كتير ما سمعوه هو مصطلح الاكل العاطفي الاكل العاطفي هو عبارة نوع من انواع الاضطرابات النفسية اللي اتبعكش على العادات الغذائية سواء كانت الزيادة بشكل كتير كبير بالرغبة بتناول الاكل او الامتناع عن الاكل بشكل قاسي جدا عن الاكل لفترات طويلة للأسف انه احنا هلا المشكلة اللي منتشرة في جميع انحاء العاملة واللي عم بيشكل الاخصائيين التغذية الانتشار الواسع بزيادة الرغبة بتناول الاكل والمشكلة المرتبطة بمشكلة زيادة الوزن يعني هلا المشكلة مش الامتناع عن الاكل مشكلة الاكل العاطفي في هاي الفترة بزيادة الاكل وبزيادة الوزن بشكل كتير كبير فهذا الشعور اللي احنا عم نشعره الحين انه دائما يمناكل مناكل مناكل 24 ساعة وبالاخص في الاوينة الاخيرة ذلك بيرتبط كله بالاحباط والقلق والتوتر اللي احنا عم من نعيشهم بسبب فيروس كورونا اذا انه المخ بيفرز مواد كيميائية مادة كيميائية تخفض النواقل العصبية المرتبطة بهرمون السعادة مثل الدوبامين والسيروتنين فلذلك احنا اغلبنا او كلنا منلجأ للأكل لنعوض السعادة اللي عم احنا منفقدها فقبيعي مش غريب انه جميع الاشخاص اللي كانوا يمارسوا جميع الانشطة اليومية بشكل يوم يتوقفت بشكل مفاجئ لسلوك بشعورهم بالرضا لو بشكل مؤقت فهم بلجأوا الى الاكل فالقلق بدفع المخ الافراز الكورتيزول الذي يشعرك بالجوع الزائف مما يؤدي تخزين الدهون مثل ما ذكرت لكم انه القلق بدفع المخ الافراز هيرمون الكورتيزول الذي يشعرك بالجوع الزائف مما يؤدي الى كل تراكم الدهون بمنطقة البطن لكن في نقطة بدي اوضحلكم اياها لحتى تفرقوا بين الجوع الجسدي الحقيقي والجوع العاطفي هناك فيه ثلاث مؤشرات للتفرقة بين الجوع الجسم بحاجته للأكل وبين الجوع العاطفي او الجوع الزائف الشعور بالجوع بشكل مفاجئ طبعا هذا يعد مؤشرا للجوع الزائف او العاطف لانه عملية الهضم او التمثيل لغذائي تتطلب وقت كتير طويل لحتى توصل لمرحلة الجوع الحقيقي كما انك انت لما تشتهي عنصر معين للأكل مثل السكر او للأكلات الدسمة بشكل كتير مفاجئ هذا ايضا يعد مؤشرا من مؤشرات الجوع الزائف او الجوع العاطفي ان الاطراب الجسدي او العاطفي بيزيد من الرغبة بتناول الطعام اللي اللي عم بيحتوي لنسبة كتير عالية من الدهون او السكريات كالحلويات والشوكلات او اللحم اللي فيها دهن كتير الليها بتقلل من ردود الفعل والعواطف المرتبطة بالقلق والتوتر اللي احنا عم نواجههم بالفترة الحالية هاي الاطعمة اللي احنا عممنا كلها بتسمى الاطعمة المريحة الاطعمة اللي بتريح نفسيتنا لانها بتحد وبتقلل من الاجهاد والتوتر لكن اخصائيين التغذية بيحذروا 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 من الاكل العاطفي الاكل اللي احنا عم بناكله بشكل كتير شرح في هاي الفترة الى ادمان وصعب انه احنا نسيطر عليه مؤشرا انه اللي احنا اللي عم نواجهه حاليا مش حاليا مرضية هو اضطراب سلوكي مؤقت لكن المشكلة اذا امتدت اعراضه واصبح ملازم للانسان لفترة كتير طويلة هاد هون مؤشر بتدعو للقلق من احتمالية تحوله الى مرض نفسي وعضوي وهاي بهاي الحالة تدخل للمرحلة العلاجية فنصيحة انتم من حل ابدأوا سيطروا على نفسكم لحتى ترجعوا لحياتكم طبيعية وترجعوا توازنوا في اكلكم خلال اليوم لكن ايش النصيحة يا رشال لحتى نعدل من هذا السلوك اضطراب الاكل العاطفي المؤقت العمي نواجههم طبعا بنصح منكم تتبعوا نمط توازن انه يوازن بين الشعور المتكرر بالجوع وبين انه كيف نحافظ على وزننا عبر انه كيف نتصدى للجوع كيف من خلال انك تتناول حصص متفرقة من الاكل من اربعة مثلا من اربعة لسبعة واجبة خلال اليوم مش من الصبح لفترة الظهر بجانب انك تشرب كتير من السوائل يعني المي السوائل مش انه نشرب كولا وتحتوي على سكريات لان السوائل تشغل جزء من المعدة طبيعي بعد الفرد انه يشعر بالشبع بالاضافة لك انه كترة السوائل بترطب الجسم لتحد من نسبة التوتر والقلق لكن بنفس الوقت ما بنقدر انه نحرم جسمنا ونجوعه ونحرمه محرمان تام عن الاكل لانه هذا بنفس الوقت ايضا بسبب بزيادة الشعور بالاحباط والقلق واليأس والنكد لكن يمكن انك تقدر تتناول عناصر بترفع هرمون السعادة بتحسن حالتك المزاجية كالمكسرات والفواكه انا بنصح بالمكسرات هاي من غير الاملاح والبهارات اللي بحطوا عليها جوز ولوز وزبيب كتير ايضا مفيدة لجسمكم ايضا تمارسوا الرياضة بتفتحوا على قنوات اليوتيوب و بتقدروا انتو تمارسوا الرياضة في البيت يعني مش حجة اذا ما كان عندكم اجهزة رياضية وغيره لا انتو بتقدروا تمارسوا الرياضية الايروبكس عن طريق قنوات اليوتيوب لانها بترفع من هرمون السعادة كتير حلو انه نتعلم عن طريق قنوات اليوتيوب اليوتيوب اليوغا لو انتو مارستوا اليوغا وبشكل انتظام ولمدة اسابيع رح تلاحظوا كتير فرق رح يرتفع عندكم هرمون السعادة القلق والتوتر رح ينخفض كتير انتو رح تشعروا براحة بريلاكس كتير انتو كنفسيتكم رح كتير تتغير لانه كتير دراسات اكدت انه اليوغا بتعد اجراء وقائم وفيد جدا للمساعدة في مواجهة القلق والاكتئاب واضطراب الاكل العاطفي وهيك انا اليوم انهيت موضوع اضطراب الاكل العاطفي وان شاء الله يا ربي انتهي هذا الحضر على خير وما يطير وزننا كتير 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 ويطلع والله يعدى هالفترة على خير وسلام وان شاء الله اكون افتكم بموضوعنا لليوم اه صح شو طبخين انتو اليوم انا اليوم طبخة بامية من غير عشا اذا بدي اتعشها اتعشها بس هاي المكسرات الكتير طيبة من غير شبسات من غير عصائر من غير شوكولت خليها لبعدين طبعا طبيعي انه ما نحن مجسمنا من شوكولت لو حتى نناكل حبة باليوم لانه طبيعي شوكولت بتحسن المزاج وترفع هرمون السعادة فخليكم انتو على الاشياء الطبيعية من غير ابهارات ومن غير اشيه يلا ان شاء الله اليوم تكون صحة وهنا طبخدكم ايش طبخيني اليوم وصحة وهنا على قلبي وقلبكم اشتركوا في القناة